في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجماعة العربية على المستوى الوزري لبحث سد النهضة والذي يعقد في الدوحة اطلع وزير الخارجية سامح شكري نضراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة لتواصل الاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث مشدداً أن إصرار إثيوبيا على المال دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي للمزيد ينضم إلينا عبر الصوت وصورة دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بعد التحية لك دكتور حسن إذن في البداية كيف تبعت اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في الدوحة أمساء الخير أستاذ شادي التحياتي لك وشكراً على الاستضافة يعني أتصور أنه هذا الاجتماع الطارق لمناقشة ملف سد النهضة بيعكس أمر في غاية الأهمية وبيعكس حالة من حالات التضامن العربي والمساندة والمؤازرة لدولتي المصاب بالنسبة لنهر النيل مصر والسودان أعتقد أيضاً أنه بيكرس نجاح الدبلوماسية المصرية وتحركاتها خلال الأيام الماضية وما قام به الوزير سامح شكري من زيارات مكوكية للعديد من الدول الإفريقية والدول العربية ولشرح قضية سد النهضة وشرح وجهة النظر المصرية أعتقد أيضاً أن هذا الاجتماع كان فرصة جيدة لعرض الموقف المصري الواضح والحلول المختلفة التي قدمتها مصر والمرونة الشديدة التي أبدتها مصر على مدار عشر سنوات في مقابل التعنت الإثيوبي أعتقد أنه كان فرصة أيضاً لإظهار المقاربة المصرية التي كانت تتأسس على فكرة التنمية للجميع في مواجهة المقاربة الصفرية التي ما زالت تتمسك بها إثيوبيا وتحاول أن تتعامل مع نهر النيل على أنه بحيرة إثيوبية وليس نهراً يمتلكه الجميع وملكية مشتركة أعتقد أيضاً أنه ما طرحه الوزير سامح شكري ولقي صداً إيجابياً لدى كافة المجتمعين بيعكس عدالة القضية المصرية والحقوق التاريخية الثابتة لمصر في مياه النيل فضلاً عن كونه قضية وجود سواء بالنسبة لمصر وبالنسبة للسودان هذا الاجتماع شهادي تعلم أنه أيضاً نتيجة التنسيق بين مصر والسودان وتأكيد الدولتين على استمرار التنسيق بينهما قارياً وإقليمياً ودولياً وبالتالي هذا الاجتماع يبعث برسالة قوية بأن مصر والسودان لا تقفان وحدهما في مواجهة إثيوبيا وإنما هناك دعم عربي حقيقي ومساندة حقيقية للحقوق دولتين المصب في نهر النيل وأن القطار قد بدأ ولن يتوقف في مساندة مصر والسودان للضغط على إثيوبيا ووقف سياستها الانفرادية التي تضر بكل من دولتين المصب هذا الاتفاق في الرؤى المصرية السودانية دكتور حسن كيف أفاد هذه القضية؟ أعتقد أن التنسيق حتمي وضروري وسشادي بين مصر وبين السودان ويمكن السودان أيضاً تشير إلى أنها أكثر تضرراً بحكم قربها من سد النهضة ومصر أيضاً تتضرر من نقص كميات المياه فالتنسيق واجب وضروري وهما اتفقت عليه الدولتين فتطابق جهات النظر يمثل دعماً وزخماً للدولتين في المحافل الدولية لعلك تذكر أن مصر وبمساندة سودانية أيضاً قدمت مذكرة إلى مجلس الأمن لشرح الموقف وشرح عدالة القضية بالنسبة لمصر والسودان ومنتهى إليه المجتمعون في الدوحة أشار إلى دعوة مجلس الأمن لبحث ملف سد النهضة وهذه هي مهمة مجلس الأمن سيد شادي اسمح لي في دقيقة أن أشير لأن ما تمارسه إثيوبيا يهدد الأمن والسلم في منطقة القرن الإفريقي نعم والمذكرة يعني قدمت إلى مجلس الأمن تحت هذا البند اللي بتتحدث عنه دكتور حاسم تحديداً هو تهديد الأمن والسلم سواء على المستوى الإفريقي أو حتى على المستوى العربي مجلس الأمن مدعو الآن لأداء دوره والحفظ الأمن والسلم لأن ما تمارسه إثيوبيا يمثل اعتداءاً مباشراً على حقوق كل من مصر والسودان وما تمارسه مصر من إجراءات في كل المستويات هو حق في الدفاع الشرعي عن النفس هي قضية وجود أستشادي وبالتالي هذا الدعم العربي وهذا التنسيق المصري والسوداني يمثل زخماً حقيقياً حال قرر مجلس الأمن عقد جلسته لمناقشة ملف سد النهضة أظن أنه سوف يكون هناك دعم داولي كبير خاصة أن هناك طرفاً عربياً وهو تونس موجود في مجلس الأمن يستطيع أن يحشد بالإضافة إلى وجود المجموعة العربية التي تتشكل من كل من الأردن والسعودية والعراق والمغرب وكلفت من قبل الجامعة العربية بإجراء مباحثات في نيويورك لمزيد من الدعم للموقفين المصري والسوداني طيب يعني هذا التضامن العربي الواسع مع مصر فيما يتعلق بسد النهضة وضمان حقوق مصر المائية كانت البداية طبعاً من جامعة الدول العربية والتي أكدت على أنه الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزى من الأمن القومي العربي يمكن دكتور حسن حتى ربا ضرت النفاعة يعني هذا الإجماع العربي على عدالة هذه القضية بالنسبة لمصر والسودان لم نشاهده يمكن في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقضايا أخرى متعددة في عالمنا العربية هذه المرة نرى هذا التضامن الكامل إذن يعني كيف ترى أنت؟ يعني أنا حاوحيل سيادتك إلى ما قالوا يعني سيد أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة بمناسبة يعني تدخل الجامعة في هذا الملف يعني هو أشار أن الجامعة لها كل الحق في حماية أمن دولتين من أعضاء الجامعة هما مصر والسودان حين يتعرض هذا الأمن للتهديد الأمن المائي لمصر والسودان هو مكون رئيسي أستاذ شادي من الأمن القومي العربي وهو ما أكده المجتمعون في الدوحة وبالتالي كانت هذه المساندة وكان هذا الإجماع العربي المتوقع والضروري والذي يظهر أستاذ شادي عادة في أوقات الأزمات حين يواجه الأمن القومي العربي تحديا حقيقيا فلا أهم من خطر تهديد الأمن المائي لدولتين مصاب لا أهم من تهديد وجود أكثر من 100 مليون مصري وسوداني وخطر نقص مياه النيل وزير الخارجية سامح شكري قال أن القاهرة تسعى طبعا لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة وأكد أن مصر والسودان لديهم القدرات للدفاع عن مصالحهما يعني أيضا لهذا التصريح أهمية أعتقد أن مصر دائما تمد يد الدبلوماسية أس الشادي وتعلي دائما يد السلام ويد التنمية للجميع هذه هي المقاربة التي تتبنها مصر على مدار 10 سنوات دون نتيجة كم من البدائل التي قدمتها مصر كم من الحلول التي قدمتها مصر والسودان لإثيوبيا كم من الوساطات التي لجأت إليها مصر كم من الاقتراحات التي رفضتها إثيوبيا وكان آخرها حتى الوساطة الربعية التي اقترحتها السودان من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي أعتقد أن يد السلام ممدودة ومتزال حتى هذه اللحظة من كل من مصر والسودان كل ما تطلبه مصر والسودان واضح ومحدد سالشادي هو أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن حقوق الجميع ويضمن التنمية للجميع أما ما تطلبه إثيوبيا فهو محاولة فرد واقع لا تقبله مصر ولا تقبله السودان لأنه يغير من حقائق التاريخ ويمس حياة المصري والسودان طب أخيرا دكتور حسن يعني بعد كل هذه التحركات المتواصلة على كافة المسارات والأصعيدة الدبلوماسية والسياسية التي تنتهجها مصر وأيضا السودان فيما يتعلق بعدالة قضية سد النهضة هل تلمس هذا التغير الذي ننشده من المجتمع الدولي؟ أعتقد أن المجتمع الدولي يعني أنا له أن يغير من طريقة التعامل أنت تعلم أن هناك بعض المخاوف حتى من بعض الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لاتخاذ قرار ليس لموقف من مصر أو السودان ولكن لأن بعض هذه الدول هي دول منبع وبالتالي تخشى أن تتخذ قرارا يؤخذ عليها بعد ذلك في أماكنها لكن أعتقد أن هذا الضغط وهذا الزخم يمكن أن يؤدي دورا مؤثرا للضغط على إثيوبيا حتى لتغيير مواقفها الداخلية رغم ما تمارسه من توظيف سياسي لملف سد النهضة لحل مشكلاتها الداخلية سوالشادي أنت تعلم أن كثيرا من الدول العربية لديها استثمارات مع إثيوبيا ولها علاقات طيبة مع فواعل دولية يمكن أن تمارس ضغطا وتأثيرا على إثيوبيا وبالتالي أعتقد أن هذا الاجتماع الذي عقد في الدوحة له ما بعده سوف يليه تحركات دولية وتحركات إقليمية لأنه لا يمس فقط الأمن المائي لدولتين المصاب ولا يمس فقط فكرة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي يمكن الرئيس السيسي أشار إلى هذا الأمر وإنما يمس أيضا خطوط الإمدادات النفطية والغازية في منطقة الخليج العربي وهو يؤثر عليها تأثيرا مباشرا وبالتالي التحرك العربي والإفريقي والدولي مطلوب وحتمي في الوقت الرهي أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل كنت معنا دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية شكرا لك